وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتجهيز مدينة شرم الشيخ على أعلى مستوى وذلك لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 شهر نوفمبر القادم على نحو يعكس مكانة مصر سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الشق الفني فيما يتعلق بجهود الدولة الضخمة لتحقيق التحول الأخضر وحماية البيئة جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المعنيين لمتابعة أعمال اللجنة الوزرية العليا للإعداد للصدفة مصر للقمة حيث وجه السيد الرئيس بزيادة استخدامات الطاقة النظيفة من خلال المشروعات القومية المختلفة المتعلقة بالغاز الطبعي والكهرباء والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر ووسائل النقل الصديقة للبيئة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللجنة الوزرية عرضت أهم محاور قمة شرم الشيخ القادمة والنتائج المرجوة منها وكذا التنصيق الجاري في هذا الإطار مع رئاسة البريطانية الحالية للمؤتمر إلى جانب الرؤية المصرية المتعلقة بالجوانب الموضوعية والمتمثلة في الانتقال بأعمال القمة من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ والدفع بالشواغل الوطنية والإفريقية بشأن قضايا تغير المناخ في أهم محفل متخصص للأمم المتحدة كما تم عرض مستجدات التنصيق مع سكرتارية الأمم المتحدة بشأن الإجراءات والتفاصيل اللوجستية وتنظيمية لتوفير مختلف الخدمات للمشاركين فضلا عن خطوات استغلال المؤتمر للترويج السياحي والاقتصادي لمصر بالإضافة إلى استعراض الشق الفني الخاص بالتعامل مع شركاء الدوليين وحجد التمويل إلى جانب الشق المالي والتصور المبدئي للموازنة اشتركوا في القناة